بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينه في كل مكان ويوم جديد ومنديال روسيا 2018 المنديال أصبح مشتعي المنديال أصبح ممتع دلوقتي وإنت قاعد في أي لقاء إنت قاعد بتتمتع خلاص دخلنا في أجواء جميلة ماتشات جميلة وأهداف رائعة تخب الألماني ناشونال منشفت النهاردة بيدينا درس من دروس أنت كل ما اتبع ألمانيا تاخد دروس في حاجات كتير قوي ولكن النهاردة المنتخب الألماني مع يوكيم لوف بيلاعب منتخب صلب بصراحة منتخب السويدي مع ياني أندرسن المدير الفني لمنتخب السويدي اللي عمل صراحة طريق التوليفة بدون زلطان إبراهيموفيتش بدون نجوم كبارة عودنا نحن دايما نلاقي نجم في منتخب السويد سواء إبراهيموفيتش سواء لارسن سواء لوننبرج نجم نادي الأرسنال السابق ولكن هذا المنتخب مع ياني أندرسن منتخب صلب أمام واحد من الفرق الأفضل استحوازا في العالم منتخب صاحب حمل اللقب وداخل هذا اللقاء بظروف صعبة أمام المكسيك بعد الخسارة واحد لشيء وابتدى يعدل في التشكيل وعنده إصابة أميلز فالموضوع دوت بيدي لك دروس أنك إزاي على الرغم أنك متأخر واحد سفر تعود وتتعدل بعدين يترد منك بواتنك بعدين تجيب جنف 90 بلس ودي ظاهرة في هذا المنديال إيه قصة الدقيقة 90 اللي بيحرس فيها أهداف كتيرة إيه قصة أن الناس عندها دوافع كبيرة جدا زي متخب ألمانيا بالتحدي الصعاب وبياخد أغلى ثلاث نقاط والصراحة هدف رائع من توني كروس أنا معرفش أنت عملتها زي كروس يعني حاجة جميلة جدا بس هو ده الليفل لعب ريال مدريد تصحيح الأخطاء والعودة تعديل الأمور يعني درس على كل المتخبات العربية أنهم يتعلمون من المتخب الألماني خاصة أننا عندنا إحباط شديد للغاية في المتخبات العربية نتكلم عليه باستفادة من خلال حلقتنا بعد عزيمة المتخب التونسي بخماسية أمام بلجيكا اللي بيالن عن نفسه داخل المنديال نروح لأخبارنا عشان نتابع ماذا يحدث في المنديال لحظة بلحظة تخب مصر بيصل إلى مدينة فولجوجراد استعدادا لمواجهة السعودية تخب مصر إن شاء الله هيلعب غدا الاتنين في تمام الرابعة أمام فريق طبعا السعودية في آخر اللقاءات الإعلام الروسي بيبرز منح جنسية الشيشان الفخرية لمحمد صلاح محمد صلاح قلت لحضراتكم بقى أصبح من العديد من مئة سفير في كل مكان كل المداخلات وكل الناس اللي بيجلنا من روسيا والأصداء بيدينا قيمة كبيرة جدا لمحمد صلاح فده اللي عمله رئيس الشيشان إنه بيديله حق المواطنة لللاعب محمد صلاح منكمل مع أخبار منتخابنا أحمد حجازي بيعود للتدريبات الجامعية أمر مهم حجازي هو قائد الدفاع هو اللي بيتنظم عليه الدفاع على مصر كله أمر مهم للغاية إن أحمد حجازي يعود للتدريبات الجامعية عشان إن شاء الله من الورد إن هو يكون قائد الدفاع غدا وعمر جابر بيكتفي بأداء تدريبات تأهيلية تقد إن عمر جابر ممكن ما يكونش جاهز للقاء الغد هاب لهيطة مدير المنتخب لا يوجد ما يستدعي عقاب سعد سمير موضوع مش بحتاج تعليق صراحة ولا مننا ولا من المنتخب ولا من أي حد وكان الأفضل التجاهل وكان الأفضل إن السادة اللي سجلوا أو رصدوا الموضوع هم عارفين كواس قوي الموضوع إيه وما هو ولا حاجة فما يتكبروش القصة نروح لأخبار منافس منتخب مصر غدا منتخب السعودي أسامة هوسوي لاعب الهلال وقائد المتخب السعودي جاهز للقاء عشان يلعب أمامنا والمنتخب الروسي بيسعى لمواصلة الانطلاق النجاح أمام الأرجوي بالنسبة لهم من سيكون بطل المجموعة مين اللي يتصدر ومين اللي عايز يقابل مين الناحى التانية وهذا اللقاء في ميزة أنت مش عارف أنت هتقابل مين الناحى التانية لسه مين أسبانيا أو البرتغال أو المجموعة مش بينها فده مدي ميزة لهذا اللقاء نروح لوزير الرياضة الروسي فيتالي موتوكو بيوم في ادعاءات تعاطي المنشطات كان فيه كلام وحوارات وتقارير ظهرت أن العيب المنتخب الروسي بيتناولوا المنشطات وده على فكرة أصبح ظاهرة في روسيا يعني حتى في الأولمبياد في بعض اللاعبين تم إقصاءهم من الأولمبياد بسبب مضعط المنشطات ويجب على الاتحاد الدولي أنه يحقق في هذا الأمر بشكل كبير مش بس عشان هما كذبونا يعني بتخب تونس للأسف الأضعف دفاعا في المنديال طلق سبع أهداف خمسة النهاردة واثنين أمام إنجلترا بتخب السعودي بعده ستة أهداف خمسة من الروسيا وهدف من الأرجوية يعني أنت عندك خمس أهداف سبع أهداف برضو الأمور بقت ستة أهداف بالنسبة للمنتخب السعودي وسبع أهداف بالنسبة للمنتخب التونسي صراحة أداء محبط بالنسبة للمنتخبات العربية والأرقام لا تجذب كابتن نبيل معلول بيشيد بأداء حارس تونس فاروق رغم الخمسية القاسية يعتقد أن الأمور كانت ممكن تبقى أكتر من الخمسية حمد النجاز لعب نادي الزمالك والمنتخب التونسي ضعف التركيز والإصابات وراء الخمسية وخيبة أمل تسيطر على العرب بعد خسارة تونس صراحة كلنا كنا محتاجين أن نشوف حاجة أفضل من كده نور الدين المرابط لعب داني لجانس الإسباني ولعب المنتخب المغربي بيقول أنه جهز للمواجهة الصعبة أمام الماتادور خاصة أنه يلعب في لليجة الدوري الإسباني وهيلاعب المنتخب الإسباني فعنده دوافع كبيرة نفس الشيء بالنسبة لأشرف حكيمي لعب ريال مادريد والمنتخب المغربي بيقول حندفع عن قرامتنا أمام إسبانيا أمر مهم أن المنتخب المغربي يظهر بشكل جيد أمام المنتخب الإسباني القوي للغاية إيمانوال بيتي نجم نادي الأرسنال ولعب المنتخب فرنسا أحرز الهدف الأخير لأحركه تتذكره فيه نهاية منديال 98 أمام البرازيل بيقول أن ميسي يجب أن يشعر بالخجل بسبب الأداء السيء لميسي والمنتخب الأرجنتيني واقترابه من الخروج من المنديال في حالة فوز نيجيريا ومارادونا برضو بيطلع بتصريح قوي يقول للتحاد الأرجنتيني وخورخي سان باولي سبب في ضيحة ماتش كرواتيا ويباين أن فيه مشاكل كبيرة جدا داخل الفريق والمنتخب الأرجنتيني إخوان سباسيان فيرون واحد من أفضل النجوم خط الوسط في الكرة الأرجنتينية نجم نادي لاتسيو وبارما في إيطاليا بيطلع برضو ويقول لا أفهم سبب استبعاد إيمانوالي كاردي نجم نادي الإنتر وأتمنى صحوة ميسي هم في الأرجنتين عندهم ثقة في ميسي ولكن ميسي حتى الآن لم يثبت لدولة الأرجنتين الثقة تغيير فكر وتغيير استراتيجية لأنك عندك حلول كبيرة جدا ولكن ما بيستخدمها هم مكملين مع أخبار منتخب الأرجنتيني البلانكو سيليستي أو الأبياد والأزرق طبعا قميص المتخب الأرجنتيني كبيرو حارس المتخب الأرجنتيني اللي تسبف الهدف الأول للمتخب الكرواتي بيعتذر عن السلسية وقال إن هم لم يفقدوا الأمل نيجيريا عندها أمل أنها تكسب عفوا الأرجنتين عندها أمل أنها تكسب نيجيريا ويكون عندها حزوز أفضل في التأهل وتعصر أيسلندا كل ده هيدفع بأن الأرجنتين تتأهل مع المنتخب الكرواتي سعيد شيبا نجم المغرب بيحذر من المنتخب أو العقاب من المنتخب الإسباني طبعا هو كان بيلعب في إسبانيا وحفظهم فبيتحدث إن المنتخب المغربي عليه الحزر ننخش بقى في تحذيرات روسيا من ازدحام ساحات الجماهير في عدد كبير جدا من الجماهير بيبقوا موجودين في الساحات فحبين طبعا السلطات الروسية إن الأمور تكون على ما يرام منتخب برازيلا عندنا خبر نيتياجو سيلفا قائد الدفاع وكابتن السابق للمنتخب الأرجنتيني بيتهم نمار بإهانته في مبارات كوستاريكا طبعا تياجو سيلفا يعني نجم بقى وقائد كبير للمنتخب البرازيلي قبل كده فتيتي المدير الفني بيجري حاجة جديدة إنه في كل لقاء بيدي حد الكابتن شرط الكابتن وبيقول إنه في ماتش كان فيه ما فيش وقت وكان المنتخب برازيلي محتاج إنه يكسب فتياجو سيلفا بدل ما يطلق يعني ما يدي الكورة ويهاجمه وطلعها قوت بالروح الرضاية فنيمار عدبه يعني الموضوع أكيد ما بينهم وبين بعض كده ما فيش كلاش وهو عبارة مجرد تصريح وهم عندهم التصريح دي عادي ممكن ما يعتبرهاش إن هي نقط ميراندا المستاك التاني بقى قلب الدفاع الآخر ونجم نادي الإنتر في منتخب البرازيل كنت واثق من الفوز على كوستاريكا وحزين على الأرجنتين ديلي علي نجم المنتخب الإنجليزي ونادي تاطرم يعود لتدريبات إنجلترا قبل مواجهة باناما ومدرب السربيا ملادين كريستياديتش بيقول لا يوجد مستحيل ولا بديل على الفوز قدام البرازيل عنده مهمة صعبة للغاية منتخب البرازيلي أيضا هيخش هذا اللقاء عشان يفوز هتبقى مواجهة صعبة جدا تيتكوفيتش مدرب سويسرا اللي صراحة تكلمنا عن منتخب سويسرا كتير مبارح بيقول تغوارنا عقلية الفوز عند اللاعبين وسعيد بهدف تشاكا وأيضا شاكيري وشاكيري بيقول أن مباراة سربيا أكدت على تحسن وندوق منتخبنا صراحة نتكلمنا ببارح أن فيه مشروع فيه كرة سويسرا وده اللي احنا شايفينه على مدار كأس العالم الماضي وكأس العالم هذا وأيضا فيه بطولات كأس الأمم الأوروبية فيه عقوبات على شاكيري وتشاكا تشاكا طبعا زميل محمد النيني في الأرسنال وتشاكيري زمير رمضان صبحي السابق بقى لأن رمضان صبحي ترك ستاك سيتي بسبب احتفال النصر واحتفال النصر ده له يعني جزور سياسية وتاريخية ما بين الاختلاف ما بين السرب وألمانيا لو حضراتكم بقى تتذكروا كان فيه مشكلة فيه المملكة بقى أستريا هنجريا اللي كانت موجودة ما بين النمسا وكانت دول بقى كلها يغزلافيا وكلام ده كله كرواتيا وسلوفاكيا كل دول كانوا مملكة واحدة ففي مشاكل وطبعا بعد انفصالها ما بينها وما بين ألمانيا ففي جزور بقى وتشاكا كان عنده برضو مشاكل بسبب والده وحاجات من هذه الأمر قبل أن ينتقل إلى سويسرا ويحصل على الجنسية هو والده روبين دياس لعب البرتغال بيتحدث أن ببرتغال ماشي على الطريق الصحيح وبالفعل منتخب البرتغالي بكريستيانو رونالدو على أعلى مستوى توب فورم كريستيانو مع ممكن نقول سمود وصلابة المنتخب البرتغالي تاكتيكيا مديله شكل قوي مديله أنه هو واخد ست نقاط وكريستيانو هداف البطولة هو لوكاكو بيريزيتش نجم نادي الإنتر ومنتخب الكرواتي بيقول أن كرواتيا عايزة صدارة المجموعة حقاهم صراحة منتخب الكرواتي من أفضل منتخبات في كأس العالم حتى الآن وفعلا بيعلن عن نفسه بمنتهى القوة كوفا سيتش مباراة الأرجنتين أكادت قوة كرواتيا وده برضو نجم نادي ريال مدريد بيريو بترغب في استمرار كريكا في كيادة المنتخب وده المدير الفني الحالي حكيمي بيرافق رونالدو في قائمة أسرع لعب المنديال كريستيانو رونالدو عمل 33.98% في عدد السرعة الفكرة محمد صلاح عمل ريكورد أعلى من كده في العديد من اللقاءات ولكن كريستيانو رونالدو أعتقد ده كان في لقاء إسبانيا كان عمل السبرينت ده وعدك جميع فاسكيز إسبانيا تتصدر مجموعتها في المنديال ده تمانيات فاسكيز أنه هيفوزوا على المغرب نيتشينو مدير بليابان بيقول حنراقب ماني بثلاثة لعبين لوكاكو بيقول أن مونديال روسيا الفرصة الأخيرة للجيل اذهب لبلجيكا ده حقيقة فعلا أفضل جيل في منتخب الجيكا احنا شفناه خافير انداندز تيتشاريتو قائد الهجوم في المنتخب المكسيكي المهاجم الفز بيقول هدفنا الوصول لنهائي المونديال دي كانت أخبارنا اللي كانت موجودة اليوم عشان حضراتكم تبقوا متابعين ما يحدث في المونديال نروح له نتائج اليوم ونشوف على ما حدث أمام تونس وبلجيكا وخمسة قابل هدفين فاز منتخب البلجيكا ده في اللقاء اللي حدث اليوم ايدن أزار ولوكاكو أحرز هدفين ثم ايدن أزار هدفين وباتشواي وكان ديلان برون ووهبي الخرزي أحرز المنتخب التونسي المنتخب عندنا الثاني كوريا الجنوبية والمكسيك فوز المكسيك بأدفين مقابل هدف كان أحرز كارلز فيليا من ضربة جزاء وخفير النرنز للمكسيك وكان أحرز سون هيونج مين في الديئة 93 لمنتخب الكوري تخب ألمانيا تفوق على السويد بهدفين مقابل لسي ماركو رويش تعادل بعد تيفايفونين مهاجم السويد قبل أن يحرز سوني كروس في الديئة 95 الهدف الآخر عشان منتخب ألمانيا يحصل على ثلاثة نقاط مهمة للغاية ده ترتيب بقى مجموعة ستة مجموعة المكسيك ستة نقاط السويد تلت نقاط ألمانيا تلت نقاط وكوريا الجنوبية سفر من النقاط ألمانيا رايحة لكوريا والمكسيك رايحة للسويد ألمانيا عايزة تكسب كوريا تبقى ستة نقاط والمكسيك أي حاجة بالنسبة لها أمام السويد هتبقى تعادل أو فوز المكسيك وألمانيا في حالة فوزها هايبقوا لدور الستاشر لو كسبت السويد المكسيك وألمانيا كسبت كوريا نتكلم بقى في لعبة الأهداف وتصبح المجموعة معقدة هتصبح المجموعة معقدة في حالة فوز ألمانيا على كوريا والسويد على المكسيك وعلى فكرة سويد ممكن تكسب المكسيك دي حاجة من الحاجات اللي لازم الكل يكون حاطتها في دماغه عندنا أيضا مواعيد بقى والماتشاط بقى المجموعة السبعة تخب الإنجليزي أمام باناما وليس فيه نوزها حكمنا الدولي كابتن جهاد جيريشا أول لقاءته في المونديال نتمنى له التوفيق تخب الإنجليزي والصحافة الإنجليزية أقدم لنا اللقاء قوي ثاوث جيت باني الصراحة فريق شاب باني فريق في سرعات غير الطريقة وبيلعب بـ 3-4-3 عنده سرعات فهنشوف أمام المنتخب الباناما اللي حيبقى بيدافع بصلابة حيبقى لقاء أعتقد أنه حيكون جميل بالنسبة للمشاهدين عندنا اللقاء الثاني يابان والسنغال السنغال بيضت وجه أفريقيا حتى الآن بالأدفين اللي فازت بهم على بولندا أمام المنتخب اللي هنقول بقى إيه الريموت كنترول بتاع منتخب اليابان اللي حيواجهه النجم ساديو ماني بقى ونيانج ونجوم كبارة طبحت فيه المنتخب السنغالي وجيه لعب نص الملعب منتخب السنغالي صراحة منتخب تحب تتفرج عليه في المندي بولندا وكولومبيا والصراحة لقاء ده هيبقى صعب على الفريقين لأن كولومبيا عايزة تكسب ولأنها خسرانة وبولندا عايزة تكسب لأنها خسرانة في الاتنين طمعانين في بعض دي حاجة من الحاجات اللي حتبقى على كلا المنتخبين في هذا اللقاء لأن برضو بولندا احنا شايفين ليفندوسكي مش شايفين بقية رفقاءه والمنتخب الكولومبي لسه لم يعلن عن نفسه على الرغم أنه عنده لعبة على أعلى مستوى كان سانشيز المدافع اللي تم طرده جاله تهديدات بالقتل زيه زي اسكوبار يعني هنشوف بقى كولومبيا هل تفوز وتنقذ سانشيز من تهديدات اللي موت دي حاجة من الحاجات اللي حتبان فيه لقاء غدا المونديال ابتدى يبقى صراحة جميل ابتدت بعد لقاء إسبانيا والبرتغال لقاء ألمانيا اليوم العديد من اللقاءات أيضا الأخرى ابتدت تحس إن المونديال داخل فيه المراحل اللي فيها متعة وكل ما بنخش فيه أدوار المونديال فيه جوالات نحن خلاص على وشك إن نحن نخلص غدا الجولة الثانية من المونديال هيبقى فاضل الجولة الثالثة أيضا مع المنتخب المصري يوم الاثنين إن شاء الله والمجموعة الأولى هتبتدي بقى تحس بالقتال والكفاح لأن فيه مجميع كتير جدا زي ما حراكوا شفتوا مش يتعكس الطاقعات مجموعة ألمانيا ما حفش توقع أن ألمانيا كانت تعاني كده مجموعة المنتخب أيضا الأرجنتيني نحن معنا على الهواء فيتال بروكل ملس نجم المنتخب البلجيكي مرحبا لك في نهاية نحن معك شكرا لك جيدا لك أريد أن أتحدث عن التعامل بلجمع نشاني المتحدة اليوم مقرارة مقرارة في تونيجيا هل تتوقع أن تتعامل مع هذه مقرارة؟ نعم في الانتصال الثالثة الثالثة المترجم للغاية جدًا جنسه جيدًا و معميه الإيدن و لوكاكو إنتظر إليه من الأفضل من الملك و سأفقتك فقط أن أعطيك سأعطي هذا السبب لهذا المت customize إنتظر الولايات الآن يوجد من الأفضل المتخبات على مستوى العالم لنفعل المتخب المباشر منتخب الفرنسي منتخب الإنجليزي منتخب الأسباني ليه لأنه على أعلى مستوى من الناحية البدنية على أعلى مستوى من الناحية العقلية لعبه النهاردة الماتش بدون عصبية تماما وكان فيه العديد من الفرص وأحرزوا أغلب الكرات اللي كان لازم أنهم يحرزوها فالنتيجة خلصت بهذا الشكل هل تعترف هذا العقلية للجعل للمتعب الكرات؟ عندما الآخر قمنا بأجردنا 4-3-3 وكarrive أنه 3-4-2 أو 3-4-2 يعني عن طريق كذلك على هذا الموقع أحب إذا كان هذا الشكل ما هي تحقيقون ربما أنك تشعر في جميع عام، أيضاً كنت تشعر في جميع عام، ويشدك بعضهم عن تشعر في جميع عام، ويوجد بعضهم المعاملات. على هذا المناع، لقد ذهب الوضع. نحن نوع من قبل ايضاً، دعونا، وقام يكون مدرساً بالطورة. المترجم للعمل للأسفاني لها أكثر من تنظيم ولكنني هي أهمي مهمة تنظيم وكما أرغب أنت مهمة لعجلك لعجلك حتى تنظيم أنت تنظيم انتخب البلجيكي قوة هجومية وهو قال نعم في بعض الأمور عندنا قوة هجومية لأن احنا بنمستحوز على الكرة الكتير ولكن لو جينا بصينا أن لوكاكو ممكن ما يستلمش الكرة كتير داخل المباراة ولكن بتلاقيه ولما بيستلم الكرة بيبقى بيسجل في بعض الأمور دي بتحتاج أنه يكون عنده شغل أكتر من كده في صناعة اللاعب عشان يقدر يهرب من الرقابة في المستويات الأعلى من ناحية الدفاعية هو قال حتى الآن المنتخب البلجيكي بهذه الطريقة قادر أنه يسد بعض الصغرات وعلى أمل أن الأداء يتحسن So now everyone is talking about Belgium's strengths and I want to ask you do you feel Belgium still need to play in front of a very big team like England to have a decision or a judgment a good judgment about the strengths of a Belgium team no for me when you see now the team of Belgium is one of the best team in the world also she made a good attack she had a lot of many changes now also you will see the game against England it's very important for the players from Belgium why every player in Belgium play in England and it is a game for the players look forward for this amazing game England go in the second round Belgium go to the second round and I think for the supporters also in England and Belgium this is a very good game nice game and also the trainers he can choose a lot of players and other players can play now in the field I asked him is the player the player in Belgium in the field in the field أمام فريق من فرق الصفة على المستوى العالمي طبعا ما كامل التقدير للمتخب التونسي الشقيق ولكن المتخب بانما ما هماش من الفرق المصنف عالميا على المستوى الأول ولكن هو آل ورد إلى أن دلوقتي عندنا لعبة بتلعب على أعلى مستوى في الدوري الإنجليزي وفي الدوري الإيطالي عندنا أزار عندنا لوكاكو عندنا دي براين منشتر سيتي لوكاكو منشتر رونيتد ميرتنز بيلعب في نابلي كل هؤلاء اللاعبين أعطوا ثقة وثقة بالإضافة أن المباراة أمام المنتخب الإنجليزي فرصة بالنسبة لهم من أجل إثبات ذاتهم أمام العاملهم وأنا بالنسبة لي حيبقى لقاءنا قدام المنتخب الإنجليزي هنكون ندي كبير وممكن نحق الفوز فيتالي هل قمت بإيجيبت في مجرد في مجرد في 1998-1999؟ نعم الآن لديك قمت بإيجيبت بالطبع الإجيبت المتحدث كيف ترى الإجيبت المتحدث بإيجيبت المتحدث في هذه العامل المتحدث في هذه المتحدث ؟ عندما قمت بإيجيبت المتحدث في هذا المتحدث كان مختلفا لأن المتحدث الآخر المتحدث يبحث عنه ولكن إيجيبت المتحدث كيف ترى الإجيبت المتحدث في هذا المتحدث بالطبع موسيقى فهو أعرف أنه يجب هو يجب أن يضع منه و يستطيع الناس، يجب أن ينجح و ينجح القيام و ترى أيضاًrix أنه لن تضع و يجب أن يجب أن يحرف أولئك لن تخيل أنحت كنا أنا سآلته هو كان بيلعب فيه المنتخب البلجيكي كان مصر لعب البلجيكي في 2009 على طاقتك كامتم ذهب محمود الجوري كنا كسبنا هناك هدف مقابل للشي كان أحرازه حزيم إمان فقالت له أكيد منتخب مصري اختلف كثيرا أنت الآن بتشاهد المونديال ومع محمد صلاح فاكتحدث هو عن محمد صلاح قال أنه طبعا على مستوى العالمي في ليفر بول عمل موسم أكثر من رائع وفي دورة أبطال أوروبا وصل لي نهائي دورة أبطال أوروبا ومع ملعبش الموكس كريستيانو رونالدو مع منتخب الأرجنتين هو قادر على صنع الفارق وأحراز الأهداف وصناعة الأهداف في حالة أنه لم يحرز فبيقدر أنه يصنع الفارق فطال how do you see the World Cup so far do you think the big teams is going to go further and be a candidate like Germany won today in the late minute yeah what's happening with France what's happening with Brazil or do you think somebody new like Croatia and Belgium with their team strengths right now could make not a surprise or could win the World Cup موسيقى 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 نفسه you can have a team right now yeah we have amazing national team and i want to thank you so much about your comments in our show. and see you and I'll call you later. I talked about up with him. is he seeing the Cup of the World coming to a freshman من المنتخبات القوية زي المنتخب برازيلي الألماني المنتخب الفرنسي اللي دايما بيبقوا مرشحين قال لي ألمانيا ابتدت تخش ببرازيلي القوية ولكن هو عجبه منتخب المكسيكي عجبه بيقول أن هم منظمين وقرابين من بعضه بيحرزوا أهداف عجبه المنتخب السنغالي جدا من ناحية البدنية من ناحية الصراعات من ناحية الحلول عجبه أيضا منتخب الأسباني منتخب الأسباني هو أحطوا أيضا في الصورة وقال محدش يجب أن لا ينسى أحد المنتخب الأسباني عندهم نجوم كبار وقدرين أيضا على أن هم يذهبوا بعيدا في المونديال طبعا ترشيحه هو الشخصي قال أن المنتخب البلجيكي بالنسبة له من وجهة نظره هو الأقدر بالوصول للمجرن نهاية والفوز بكأس العالم ده كان تصرحات فيتالي بروكلمانز نجمه متخب بلجيكا السابق وأكيد لازم يدعم موضوع منتخب بلاده وأنا كنت دعبت وطولة شوكولاتة رائعة فكرة بلجيكا بتعمل شوكولاتة يمكن كمان أحسن من سوسرا فقال لي لا ده كمان احنا ممكن يكون عندنا المونديال حاجة من الحاجات اللي تديك انطباع أنا سألته كمان على منتخب بلجيكا وسألته على طبعا أداء منتخب بلجيكا أمام منتخب التونسي ودي حاجة اللي برضو لازم تعرف كيف يرك الخارج كيف يرك الغرب لأن هذا الأمر أمر مهم احنا بس في العديد من الأمور بنبص لنفسينا من ناحيتنا فقط وانت محتاج تشوف الصورة كاملة عشان تعرف انت فين انت دايما لازم تبص على الصورة كاملة عشان تعرف انت فين هم حاسين بقيمة محمد صلاح هم عارفين ان المتخب مصر عنده لعب فز وعارفين ان مصر عندها مواهب ولكن عشان المواهب دي تثقل محتاجة المهارات اللازمة ومحتاجة شغل قوي وطبعا مشاركة على الصعيد الأوروبي وده باين في حوارهم وباين من الانطباعات اللي متاخدة في كل العالم الآن كل العالم فيش حد في العالم ما عرفش حمد صلاح علينا نبقى واقعين فيش حد في العالم ما عرفش قيمة وقوة محمد صلاح ولكن احنا نتمنى ان احنا يكون عندنا كذا عنصر ممكن ما يبقاش على نفس المستوى لكن يبقى فعال بنفس فعالية محمد صلاح هو ذكر قال ان محمد صلاح قادر على صنع الفارق كنت محتاج لعب آخر يكون قادر على صنع الفارق لان ده اللي بيدي قيمة المنتخب ما تيجي تبص على منتخب بلجيكا على سبيل المثال انت عندك ميرتنز وطبعا ايدن ازار وديبروين ولوكاكو لوكاكو بيقول يعني هو حتى هو راجل كان مدرب صابق لمنتخب البلجيكي وفي الجهاز الفني تحدث ان لوكاكو بيلمسه كرة كتير ولكن ما بيلمسه بيجيب جون اربع عداف الآن حدث عن كريستيانو اربع عداف الآن بيصنع الفارق لمنتخب البرتغالي بيتكلم ان من المفترض ان ميسي يصنع الارجنتين النهاردة المنتخب الالماني توني كروس واحد من نجوم الكبار هدف ماركو رويش هدف هي دي النجوم وهي دي قيمة الفاليو ان انت تصنع الفارق بالنسبة للمنتخب تصنع الفارق بالنسبة للعيب اللعيب اللي بيصنع الفارق ده اللي بيعنده حلول وهي دي اللعيبة اللي بيبقى سعرها عالي احنا عندنا في مصر بنهتم باللعيب الحريف اكتر بنهتم باللعيب اللي يمتعك وكرة في رجلين ان هو بيشوف الترقيسة دي اه ده جزء مهم وده حل من الحلول ولكن هما في اوروبا يجي يقولك طيب وهو بيجيب كام جون يعني ميجي قايم واحد من اللعيبة تقوله ده لعيب حريب جدا بيعد من احد هيجي يقولك طيب بيجيب كام جون بيصنع كام هدف هي دي الفعالية وهو ده الفارق اللي انا بتحدث عنه يعني انتخب المكسيك تشتشاريتو طبعا نجم منشست روناتز السابق ولفركوزن وراء المدريدي يعني اكسي في قوي كل لمسة دي بتحاسس ان فيه خطورة قادر ان هو يجيب جون في كل اللحظة هو ده اللعيب اللي بيصنع الفارق وده اللعيبة اللي بتدفع فيها فلوس كتير عندنا موضوع يعني هاخده بشكل يا رب كده اعرف اخده بالشكل المناسب لان احنا كلنا عندنا حالة احباط صراحة من الاداء العربي في المونديال العرب في المونديال حضور كبير واخفاق اكبر انتخبات العربية لأول مرة احنا بنشارك باربع منتخبات انتخب مصر انتخب السعودية انتخب تونس انتخب المغرب كلنا كان عندنا طموحات كل الشعوب العربية عندها طموحات في هذا الامر عندها طموحات ان انت يكون عندك تواجد قوي في كاس العالم تكلم على منتخب مصر انت كنت يعني تأمل بقى لك 28 سنة انك توصل لكاس العالم اصبح بعد اول ماتشين انت عايز تجيب جون يعني منتخب مصر اصبح حلمه في ماتش روسيا اني احنا بنجيب جون ودي حالة احباط شديدة بالنسبة لناس شايفة انها عندها لعيبة في ليفر بول وعندها لعيبة في الارسنل وعندها لعيبة في الدور الانجليزي وده لم يحدث من قبل نفس الشيء موجود بالنسبة منتخب المغربي منتخب المغربي مع ايرفيري نار منتخب قوي بيلعب كورة جميلة ولكن تحس ان فيش نقص فيش جوان وطريقة ادائك في تصفيات افريقيا طريقة ادائك في الوديات غير الرسميات انتخب المغربي كان يفتقد للاعب قادر على احراز الاهدام هزين حد زي لوكاكو كده مع انتخب بلجيك هم بيستحوزه وهو الراجل يعرف يجيب جون الحلول اللي على الاطراف زياش والمرابط وبالهندة وبالأحروض يعني ناس صراحة بوسوفة عفوا مبارك بوسوفة عندهم حلول ولكن فين الهدف وهي دي نقطة من النقاط المهمة ايضا نفس الشيء بالنسبة انتخب تونس انتخب تونس النهاردة تفكك صعب النهاردة كنا بنقول يا رب ما تكترش عن خمسة ودي حاجة صعبة وممكن حتى مبارح كان معنا مداخلة كانت قوية مع كابتن زيادة الجزيرة طبعا واحد من فرودة المنتخب التونسي اللي كانوا ليهم مشاركة واهداف فيه المونديال كان ادى انذار على هذا الامر قال ان في حاجات بتحصل في المنتخب التونسي صعبة وده اللي حصل لعيب ما بيلعبش رأس حربة بيلعب رأس حربة ولعيب المفروض ان هو يكون فيه ترابط اكتر من كده في وسط الملعب بتحس ان المنتخب التونسي فيه تفكك بيلعبه لنفسيهم حاجات احنا دايما بننهار سريعا ودي حاجة من الحاجات اللي كانت بينا على المنتخبات العربية نفس اللي حصل مع السعودية الخماسية منتخب السعودي كان فيه العديد من الامور لعيبه بتذهب للاحتراف ولم تشارك امور عديدة جدا برضو حوالي تلت او خمسة وعشرين خمسة وعشرين دي امام منتخب الروسي نهار كان تلقي اهداف بالجمل نفس الشيء بالنسبة لمنتخب تونس الان امام بلجيكا او اليوم امام بلجيكا هذا الامر يحتاج الى دراسة العرب في هذا المونديال احنا لازم نبص للامر بشكل احترافي ان احنا ندرس ماذا بعد عندنا مشاكل كبيرة عندنا شعوب عندها طموح النهاردة نفس الامر اللي كان بالنسبة لمنتخب السعودية حصل اليوم امام منتخب بلجيكا امام منتخب بلجيكا قوي جدا على فكرة يعني مش عايزين نقصه على منتخب التونسي ولكن انا ممكن اقصه مش بانه انه حصل هزيمة ولكن اقصه ان فيه تفكك حصل غير مبر اللعيبة ما بتدفعش بشكل صح ما بتغطيش على بعد جابها اليسرى لمنتخب التونسي كانت محتاجة ان الناس كده تحمي نفسيها يعني الالهاف هيغطي الباك مايسفش الباك ماكشوف كده على طول في الاخر نيجي نقول اسل الباك ضربة الجزاء بدري اه اصارت اه كل هذه الامور اه انتخب التونسي احرى زدفين اه ولكن في المحصلة انتخب البلجيكا انت تحس ان هو تكسب المطش بقى اقل مستوى اقل مجهود ودي حاجة من الحاجات اللي كانت علامة استفاهم للكل مدير فني عنده خبرات كبيرة جدا وحاجات يعني كنا ننتظر افضل من 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 كل المنتخبات من منتخب المغرب ادانا اداء ولكن كنا مستنين بقى الاداء ده عشمنا في نتيجة ف اه تلات منتخبات رسميا الاربعة رسميا بيوضعوا المنديال اه صراحة المنتخبات العربية عندها تمن هزائم في تمن مباريات اه بلغت مية بالمية فيش ولا فوز فيش ولا تعادل اه امر صعب بالنسبة لنا وانه النهاردة انا بعمم الامور مش بتكلم على منتخب بذاته اه مش بتكلم على اه حاجة منفصلة لان نكون عندنا عشم انا مش عايز اكرر بس بتديلكو الموضوع من القلب هذا الكلام من القلب اللي هي المنتخبات العربية وبنحاول نفكر بصوت عالي ليه حصل اه او حصلت هذه المشاكل وكيفية الحل كيفية الحل يعني احنا مثلا نهاردة نبتديت بالمنتخب الالماني لان المنتخب الالماني هقول لحضراتكو بعد اخفاق 98 منتخب الالماني اخرجه من المونديال المانيا اتقلبت المانيا اتقلبت ليه لان المنتخب الالماني بطريقته بالدوري الالماني بلعبته بكل هذي الامور حتى ببيرم يونيخ اللي وصل لنهائي دورة ابطال اوروبا فيه 99 وخسر امام منشي سرنات في السواني الاخيرة الطريقة بتاعته وفلسفته ما بقتش يعني مواكبة للعصر الدنيا من حواليه بتتغير وهو لسه مكان فابتدوا يبصوا الالماني بتدوا يبصوا كده ويفوقوا ايه اللي بيحصل احنا ليه بقنا فجمعوا نفسيهم وبتدوا يبصوا احنا عندنا مشكلة في المواهب احنا عندنا مشكلة في طريقة اللعب طب نروح يعني ناخد انهي نموذج نكتبس وهم اخذوا من مدرسة ولندا والمانيا قريبة من ولندا في العديد من الامور فدخلوا ليه مدرسة ايكس ومنتخب لولندا الناس دي بتلعب كرة كويسة بتعرف تطلع مواهب بتعرف تحط فلسفة واحنا فلسفتنا ما بقيتش مواقب انا بكلمكم على فرقة واخدة في هذا التوقيت ثلاثة كاس عالم بس بيفكروا حطوا دراسة في الاتحاد الالماني احنا عايزين نسيطر على كرة القدم زي ما كنا زي ما كنا في السبعينات مع بيكينباور ومع جيرد مولر زي ما وصلنا فينال كاس عالم 86 زي ما خدنا كاس عالم 90 الا حصل بعد كاس عالم 90 الامور كانت صعبة جدا على الرغم ان هم في 96 احرزوا اللقب ولكن بعد كده الكيرف نزل تماما بعد ما غيروا الفكر كسبوا كاس عالم 2014 وقاديكم شايفين نجوم منتخب المانيا يعني نجوم شباك اول في كل الاندية اللي بيلعبوا فيها عندنا كلام مهم جدا عن فقرة بنحبها اصبحنا بنحبها واهلاه في المونديال واحد من الفراودة الجمال احنا بقالنا فترة ماشيين مع الفراودة مبارح كان عندنا حسام حسن واحد من احسن الناس اللي تشوف في حياتك بيلعبوا بدماغهم وفلافيو نهاردة معنا فلافيو نجم الانجولي اللي ايضا واحد من افضل الناس اللي تشوفهم هما بيلعبوا بدربات الرأس نطلع نشوف فلافيو ونرجع نكمل كأن الانجولي اماد فلافيو احد افضل المحترفين الافارقة في تاريخ النادي الاهلي مثل منتخب انجولا في نيائيات كاس العالم 2006 سجل هدفا في مرمى منتخب ايران بدور المجموعات ليصبح اول لاعب اهلوي يحرز هدفا في المونديال كانت فترة انضمام فلافيو للاهلي الهم والافضل في مسيرته على الاطلاق بعدما شارك في 153 مباراة سجل 56 هدف صنع 18 هدف في مختلف المسابقات توج فلافيو مع الاهلي بالدوري اربع مرات نال لقب الهداف وبكأس مصر مرتين والسوبر المصري اربع مرات ودوري ابطال افريقيا ثلاث مرات السوبر الافريقي ثلاث مرات ولكن لن يسجل بركات احد اللي عمل عرضيات في اللقاء ولكن فلافيو يسجل والاهلي يسجل وطلق لقاص بتوفيق خطير كما شارك في الحصول على برونزية كأس العالم للانديا عام 2006 فلافيو اهلاوي في المنديال فلافيو احرص كأس العالم قبل ما يبتدي احرص اهدافه مع النادي الاهلي ودي حاجة من الحاجات اللي يعني بتستدعي انك تفكر كده انك ما تيجي تنتاقم وهاجم فلافيو ما كانش بيسجل وكات الجماهير يعني عندها عشم كبير طبعا مهاجم افريقيا لازم يكون بيسجل وقعت سنة ما بيجيبش جوانه لكن مع انه الجوزي كان مصمم عليه لانه شايفه في التدريبات بيعمل ايه تحركات عامل ازاي بيقف على الكرة ازاي وبتدت امور العاب الهواء كانت تتكلم وعين نفسها انه حاسس بكلام احنا معنا طبعا نجم المنتخب التونسي كابتن مونير بوكديدا بسالخير يا كابتن وهاردلك طيب احنا هنحاول نجيبه مرة تانية كابتن مونير بوكديدا فتبتكلم مع حضراتكو على فلافيو وامكانياته وفلافيو برضو زي ما كابتن حساب بدري كده راهن على ازاره مانو الجزين راهن على فلافيو وكسب الرهان تحس ان اي كرة عالية جون يعني اي اوفر جون بالنسبة لفلافيو احرز واحد من الاهداف فريق انترناسونال في كأس العالم الاندية واحد من اصعب الاهداف حتى بظهر دماغه كده في البعيدة كان الحارس روجيرو سيني واحد من الحارسين الحراس العظماء بالنسبة لكرة برزيلية وهذا النادفة حاجات يعني صعبة عفوا لا روجيرو سيني كانش اقل حارس ولكن الامر كان من الامور اللي تحسسك قد اي قيمة هذا اللاعب الفاز ونرجع تاني لكابتن مونير بوكديدا نجمع المتخب التونسي السابق كمسا خيرا كابتن وهارد لك ماتا خير احبابي عايز اعرف رأي حضرتك لقاء اليوم تخب التونسي بصراحة حالة احباط عامة بقى في الشارع العربي وتواصل السقوط بالنسبة للمنتخبات العربية في المنديل ولا يتفيح ونحكيه على المنتخبات العربية الكل كانت ما كانتش في الفورماء لكل النساء وفيهم ممكن منتخبات رحيد اللي كان في المستوى وعدم مقابلات هو المنتخبات المغربي اللي رغم الهزيمة يعني رغم الهزيمة وكانت ممكن ينقصنا ديما اللمسة الأخية وقد ممكن إذا منخموا ومشنلعبوا ديما أكثر من 90 دقيقة وهذا هو التركيز اللي نفسي نهائي نرجع للمنتخب التونسي اللي حقيقة ما نكونش فرحة عناني بيه في مقابلة أنجليترا بالرغم يعني انهزم السنين بواحد وكانت كما شفته آخر السيخة هذا هو ممكن لخلانا ننطيبوا المناطقم يعني نخليه المنتخب البلجيكي يعني يلقى مستحعات وهذا ممكن ما خلناش للتاريخ الأنجليزي المقابلة الأولى وما نجمناش نوص وما ننهدف وما نجمناش نوص تعملوا أوراق وهذه هي يلزم تعرف وقتاش تنشي أكثر كابتن مونير أنا عايز أسأل حريطك عايز أسأل حريطك في أمر صراحة طول يعني طول عمرنا متعودين المنتخب التونسي في قلباي الدفاع والجنب الدفاعي على أعلى مستوى يعني موجود حضرتك وراد الجعادي وخالみ بضر النجوم كبار في الناحية الدفاعية حاتم ترابلسي على الناحية اليمين يعني ocراحة دايمان منتخب التونسي في الناحية الدفاعية بيبقى صلب لهذا المنديال الصراحة حتى في مطش إنجلترا ما شفناش الصلابة الدفاعية بالنسبة للمتخب التونسي خلانا نحكيه وراه الصلابة الدفاعية ما تقولش بالأربعة اللي يلعبوا في الدفاع تقول المجموعة كانت هي الدفاع هذا هو ممكن كانوا منعبية أكثر نستور ممكن حتى تروا عنا منعبية ممكن السهل ما مشاش مع الضخير أما المستوى يعني الدفاعي شفناه حقيقة ما كناش نتطورو فيه ما كناش نتطورو في دفاع هاش حقيقة هاش وممكن يمشيوا ملعبية يعني أسامي أخرين كانت تكون حاضرة للمنتخب هذا ما شفناه مش شفنا دفاع كان ما هوش متماسك في خروج ممكن ضد ملعبية من الدفاع هذا اللي ممكن يعني خلل المستوى يعني بتاع دفاع ما هوش بي طيب هل حضرتك يعني هل حضرتك يا تمنير يعني من وجه نظرك هل كانت ضربة الجزاء اللي في وقت مبكر وإصابت يعني اللعب اللي أحرز لهدف الأول هل كانت مؤثرة هل أثرت كتير جدا على النتيجة قوة هي ما أثرتك شراء مية سلمية خاطر نعرفوا الممتوى الهزومي الهزومي مع الفلسيكي ونعطوه هذا هذه القوة من يعوه قوة الفلسيكي هو قوة من دايزي برون مع الهزومي هزار لتاكوب فانتا مركن يعني هذا ما هو القوة من ممكن نقول يعني ممكن هدف القوة الأول ممكن جاء على بكر شوية يعني كان مبكر ياسر أما هذا ميخليش يعني الارتباك بتاع التضارات بتاع اللعب نها يكون يعني قوة ياسر نعم حاجة تجمي يجمي كل هدف مبكر وتسجم تكون أنتي يعني تكون حاضر تفتانيا تبقى للهدف هذا وتسجم مبكر المباراة وممكن تراجع يعني الخطوط تحاول بايش يعني تنظمهم ايضا ما 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 مبكر لش المقاب هذه يعني شبنة الحقية تلعب في الكورة وطها يعني تلعب برا مهير ممكن تهكير مهير وهذا هو اللي قلق من المنتحب بالنسبة ليه مشاركة واجد الخرزي كرأس حربة وصراحة احنا بنشوف واجد يعني الخرزي دايما بينزل للأطراف دايما مش يعني مش مكانه الأصل أنه يلعب رأس حربة هل ليك أيضا أثرت على هجوم المنتخب التونسي خلي نقوله الخضري كان بالأمكان متاع ومش يخرج مطلب ممكن الخروج متاع أما ما تعرف خروج صوت اللاعبية مبتر مجمش يخليك تعاود تنجم يعني تخرج اللاعبية آخر والوقت مازال بكريات يعني شخنا ثالث ثالث تغيير كان ممكن في الساعة يعني مازال في الساعة هذا يأثر يأثر على المكتوى للبدن ينت على التاريخ حضر نحن نقوله ديما نخليه تر نلعبه في الأخر هذا ما خلقه الناس يعني الخروج ممكن جوز مدافعين خلقه ممكن للتاريخ مين جام شي غاير ما يحبهوه مشارك ممكن ممكن أكثر عايزة أسأل حرارتك برضو على الجانب البدنين اليوم الصراحة المنتخب التونسي على الناحية البدنية ما شفناش حتى خاصة في النص الثاني من الشوت الثاني بعيد تماما نفس الشيء استقبل هدف متأخر أمام المنتخب الإنجليزي رأيك في الناحية البدنية الجهازية البدنية المنتخب التونسي شبتني المكان للأريق هذا أظن أن عبد التقيم المقابلة على الإنجليزي رأيك التقيم وتفنى ممكن يعني ما شفناش ممكن تغيير للملعبية نفس اللي الملعبية هما نفسهم هما يلعبوا ممكن واحد بركة تغيير واحد أما أظن لي مقابلة تعال إنجليزي وقعد التقيم وخليش بركة عط وخليش ما شفناش ممكن ما شفناش من اللعبية عبرين نفسهم ويهدا ممكن جيدا نكون نستناول في تغييرات ممكن أخرى على لدي شي هاليسار ممكن معلو شفناش ما هوش في أيامات العطاء أمسيا حتى ما شفناش يعني كنا نستناول في ممكن عطاء خير من الثاني معلوس من جدا من وصل الميدان تمشيش أكثر للقدسان يعني ما حاولش يتجل أكثر يضرب على يعني على البرماء يعني شفنا ممكن هتواد إتاحية زادة خلات ممكن أن التريح للتريح يهدف وممكن يجيب أكثر فرص ممكن كان نجم يعني سير يعني النبي حوسين مصيبة نعم يعني سنتجل من ممكن نجيش تكون أسخل من خمسة اللقاء الأخير يا كابتن كابتن مونير اللقاء الأخير أمام المنتخب البانامي يعني من وجهة نظرك كيف يبدأ المنتخب التونسي كيف يدخل المنتخب التونسي هذا اللقاء هل تتوقع أن يكون في تغييرات على التشكيل أكيد أكيد يجب يكون في تغييرات على التشكيل خاطر معاش مثلا مثلا وممكن أداء من لعبية لعب مقابلات أكيد فما برشة بن عمر كان يجب يعني المشكوه ممكن الحارف المرمى ولو أنه يعني الحارف المرمى في المصفى أدى أنه هو اسم الذي يخدم نعم نعم ما كانش متسبب في أهداف مباشرة يعني 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 شد من ممكن كان مكورة يعني نعم تدخل وكانت ممكن أن نجمو نشوفه في حارف المرمى البلبولي نجمو نشوفه بن عمر نجمو نشوفه القدام يعني تغييرات أظن وكما خدت من اللوت يعني فما قش أسماء أظن أن الأسماء هذه ما كانش في المستوى كانت تكون أسماء أخرين تحلط من الطائم في المن عايزة أخذ رأي حضرتك وماتش مصر السعودية لقاء عربي خالص خلاص الكل يبحث الآن على نقول أفضل أفضل شيء أفضل شيء وجهت نظرك المين أفضل يعني الجهزيته أفضل في هذا اللقاء والله أظن المصدر نعطوها ونعطو اللعبية فيها أكثر نتبه فيها أكثر المتوازن على التاريخ السعودي المقابلة ثانية خير من المقابلة الأولى أظن إن شاء الله يكون مقابلة فيها الروح هي لن تنتظر مقابلة في فريسيز لا يوجد مقابلة ممكن ثلاثة نقاط متع فريسيز ولا نقطة متع فريسيز أظن أن أكثر يعني أكثر تاريخ ينجز يفوز في المقابلة هذه أظن أن الفريق المصري ممكن عم بفضور أكثر مش يفوز المقابلة كابتن مونير بوغديدة مدافع متخب تونس ألا سابق أشكرك شكرا جزيلا صراحة يعني قلبنا معاه بين النتيجة وبين الأداء وبين كل شيء والصراحة احنا كلنا اطبعنا يعني بناخد الأمور على يعني على الكل المتخبات العربية تتفرج على المطش لما تونس بيجيب جون كلنا بنهيس لما مصر بيجيب جون نعتقد يعني المغرب قادرة على صنع شيء أمام البرتغال وده اللي احنا شايفينه وهو من وجهة نظره أن منتخب تونس أمام منتخب بلجيكا كان ممكن أن يكون نتيجة كارثية يعني وحتى الما بين قوسين الكارثية ودي حاجة يعني مصيبة وتوقع فوز مصر على السعودية عندنا المنديال بقى في الشارع كيف يرى الشارع المنديال تقرير مهم نشوف رأي الجمهور ونرجع نكمل كلام حب وإخلاص لعيبة المصرية أو ما بتوصل لمرحلة معينة بتبتد في دارة على الشهرة والنجومية إخلاصه في التمرين يحسسون وده عمل وده مهنته وإنه لازم يتدرب زي صلاح كده قبل زميل بساعة ونص عشان يفرق وعشان يبقى حاجة هو هذا لنقص اللعيب المصري هو تعديل ثقافة النازي النازي محتاجة يعني أكتر من محتاجة تمرير الرياضة موجودة والمدربين موجودين والدرب مصري والمدرب وعنا نستفيد منها عرفنا كل فرقة وكل منتخب عرف أخطائه وبيفكروا المدرب الجديد اللي هيجي هل نأسس من الوقت نشتغل من الوقت على كاس العالم بعد ما ييجوا لأمور شهرين ويستنوا ويبدأوا في رحلة في بدء تدريب تاني مع مدرب أجنبي تاني سكانوا هيغيروا المدرب عندك أمر سنية زي محمد صلاح وزي حجازي زي رمضان صبحي عندهم اكسپيريانس خلاص من أفريكيا وكاس العالم ده يتحطونهم لعيبة من ناشئين كويسين بس لازم الاحتراف لعيب بدون احتراف الاحتراف المباكل يعني سنة زي ميدو ما طلع وزي نيني وزي محمد صلاح لأمور السينية ما تبقى بدري بيضا ياخد الأتموسفيري الاحتراف كله مش كرة بس نظام حياة ونظام سلوك وانضباط والتزام اكتر من حاجة بتطلع نجم شايف ان يعني مفروض بقى الأخطاء اللي حصلت قبل كده ما تحصلش يعني فترة اعداد مصيرة تمام دي غير صالحة تماما ان هي يعني تكون فريق زي دي يعني مفروض نخيم نفسنا بعيدا عن المكسب والهزيمة يعني مش معنى ان احنا جبنا جون او صعدنا يعني على الجهر والجهر لما وصل لسنة التسعين كان عمل معسكر طويل جدا مع المنتخب ولعب اكتر من 20-25 مباراة يعني مش مبارتين ثلاثة اكيد كانت تجربة مفيدة سواء في التصفيات اللي وصلتنا او في المرحلة القادمة التيم بتاعنا كله شباب وسن صغير متوسط اعمرهم صغيرة فاكيد استفادوا من ده كله في الدورات ان شاء الله القادمة والتصفيات اللي جاية سواء على مستوى افريقيا او على ان شاء الله يكون لهم دور قائز اول حاجة اول حاجة بالنسبة اللي حصل في البطولة ديت اهم حاجة ناخد بالنا منها هي التنظيم التنظيم بالنسبة المعاصر بتاع المنتخب بالنسبة الحالة النفسية بتاعت اللعيبة اللعيبة مش هونة بشكل كبير قوي مش هونة بشكل زايد عن اللزوم راحت هناك حسن يعني هل اللي حصل قبل كناس العالم مش رحنا اللي حصل دي هلها بقى الضغط عليهم بزيادة لازم الناس هناك تروح تبقى تلعب بشكل مستريح تبقى عارفة ان الموضوع مش أزمة مش كبيرة يعني هواقه بطولة كميرة وكل حاجة بس لازم يبقى بلعب نفسي مرتاح عن نفسينا شوية محتاجين ان احنا نشتغل على نفسينا كتير محتاجين ان احنا نتفرج مرة واثنين وثلاث على المتشاط دي لان دي فرصة كاس العالم هي فرصة لنا ان احنا نعرف اخطاءنا فين عشان من نكررهاش تاني وده ام اعتقد ده يعني ده الحل السريع البسيط جدا اللي اي حد ممكن يفكر فيه وممكن نستفيد من اخطاء بسهولة جدا والله لازم يتعمل زي تقييم كده وتحليل الاسباب ديت من ناس مختصة فنية وفيه اساليب معينة لتحليل وتقييم الاداء دوت يعني ويتاخد بقى اكشنز ازاي نطور ازاي نعمل مدارس يطلع الناس كويسة ازاي نجيب الكفاءات اللي على مستوى الجمهورية مش لازم يكونوا لعيبة فقندية معروفة ازاي نعمل مدربين كويسين نستفيد من الخبرات السابقة اللي عندنا لازم احنا عندنا تراكم للخبرة لازم نستفيد بالكلام ده كله عشان نعمل شغل يليق بالمصاب بتاعنا يعني صراحة والله يعني اراء جميلة جدا وفعلا منطقية فيها كل الامور فيها كل البنود اللي وارد ان انت تستفاد منها بشكل كبير عشان تتحسن مستوىك فدي حاجة من الامور اللي صراحة نبض الشارع ونبض الجماهير بيبقى فيه ايضا اراء على مستوى ممكن نروح الان برضو عندنا حوار مع الجماهير بعد الكبار وتعصرهم شفنا منتخب المانيا في اول لقاء شفنا عديد من المنتخبات منتخب فرنسا بيفوز بصعوبة الارجنتين نشوف رأي الجماهير ايه ونرجع لكم مرة تانية في دايما في كاس عالم فيه مفاجآت فحصان اسود بتلاقي فرقة ممكن تتعصر في البداية فرقة عادية خالص بعد تتساعد مستوها ممكن توصل للنهاية أو أبل النهاية فيه مفاجآت ألمانيا في الأكويس في أي وقت بتولى كاس العالم وبأي جيل يعني في جيل تسعين كان فيه الأقب كبار اللي بعت فيه علي بأقل بس برضو تصل كاس العالم عندهم لقاء البداية العالية وده ممكن صلاحة ممكن ألمانية ممكن أجام ده يعني لا فيه في ألمانيا بطل الكاس علامة غلبت بالمكسيك واحد إيا كان بأي كانت نسك المباراة ولكن خلصت غلبت فالوقت الكرة كمان فلنش توقع يعني أنا حتى الوقت بتفرج على ماتش استراليا والدينمرك ماتش هايل يعني طلعوا كلما الوقت بيخش ودور الستاشر ودور الاربع لا لا الفراء تتغير والموتش هتتغير ما تتحسفش الوقت تتحسف بس بالدور التاني من البطولة الطبيعة عادي دي كرة يعني في النهاي درياضة درياضة هي الفكرة حالت يعني اللي ما كانتش غير متوقع هو الخروج المخزي لأغلب المنتخبات العربية اللي غالبا برضو تونس حطها يعني برضو في الطريق إليك يعني هي لكن الناس دي طبعا عادي طبعا ألمانيا فازت بكأس العالم وارجنتين فازت بكأس العالم وممكن تطلع بكأس العالم سنة 92 ولا سنة 92 اللي هو البابلو روسي لما 92 أعتقد لما طاليا فازت كان منتخب شبه منتخب حيكون فيه مفاجئات هو لحد دلوقتي ما فيش منتخب بيّن ان هو يقدر هو المنافس القوي على البطولة هو المقدم أداء وهم يتنظر في ناس العالم فيش ولا منتخب مقدم لحد دلوقتي مش قادر أتوقع قوي دلوقتي صعب لأن مستوى متقارب جدا وفيه فيه ناس كتير فاجؤونة يعني بمستويات ما كونناس متوقعينها يعني فصعب الواحد يقدر يتوقع بحاجة دلوقتي يعني كورت القدم دايما بتورينا مفاجئات فالتوقعات مش عارفينها يعني أنا فعلا مش عارف أتوقع أي حاجة بس دايما كورت القدم فيها مفاجئات فأكيد فيه يعني حاجات إحنا مش يعني مش إيه زي ممتالي كورة ملاش كبير زي ممتال فعلا لا ألمانيا والبرازيل والأرجنتين هم أكثر ناس يعني ممكن يقدوا كسل عجل ومن تاني لا ألمانيا ألمانيا أقوى يعني فريق أنا شف ألمانيا أقوى فريق أقوى منبرازيل كمان أهلا بكم من جديد مشاهدينا ورحب بي ضيفي وضيفاكم الناقض الرياضي الكبير أستاذ عبد المنعم فاهمي مساء الخير فندم النهار مساء الخير سيد محمد فوصة سعيدة أن أنا معاك النهاردة وبل كتير ما شفتكش فأشوفك في الستوديو ونبقى في محفل عالمي كده زي المنديال بحياة جميلة إن شاء الله حسيت إن كاس العالم بأخل في المعمعة المطشات الحلوة المطشات اللي بتقنص المطشات اللي فيها شد وجذب بص يعني ما فيش المنتخب اللي منور زي ما بيقولوا باللغة اللغة الصحفية الرياضية ما فيش منتخب منور لسه شوية حسن أمور لسه ممكن يكون مثلا ألمانيا النهاردة عملت مطش كويس البرازيل شوية لكن المنتخب اللي يعلم معاك وتقول إنه هيوصل لأخر المطاف معاك وممكن يوصل للمباراة النهائية ما ظنش إنه في حد يعرف الكلام ده أو يقدر يجزم بهذا الكلام عكس مثلا كاس عالم الفين وربعتاشر بتبقى الماليا من البداية مثلا السبعة واحد البرازيل بتحس إنه في مجموعات معقدة في مجموعات لسه قدامنا جولة التالتة هتحسم في منتخبات بتحط رجلها على طريق العالمية من البداية زي بلجيكا أنا بلجيكا فرحان جدا ومبسوط جدا بهذا المنتخب بهذه الأسماء الكبيرة أنا مش فرحان برغم حييجي كلام هو أقولك في أسباب كتيرة جدا نحن هنتكلم فيها أنا عايز أبدأ معك منتخب مصر نحن دلوقتي عندنا استعداد لموتش السعودية وبنحاول إنه نحصل على أول فودز في تاريخ من أربعة وثلاثين من أربعة وثلاثين لم نفصل ست مباريات خسرنا أربعة تعادلنا اتنين منهم تعادل واحد واحد وتعادل سلبي بعد كده مع أيرلندا في مطش من أسوأ ما يكون في تاريخ في تاريخ كرة القدم جاكت شرطنا لها إنها ليست كرة القدم كان شبير وهان رمزي وشاب يك يعني من بعد هذا المطش تم بقى إنه لا يوجد لاعب يرجع للحارس وحارسي في الزبط فأحنا برضو يعني لنا حضور بس عايز أقولك على حاجة أنت مع الأسف الشديد مباراة مصر مع السعودية أنا ضد أولا في البداية خالص ضد أنها تكون مباراة سياسية هي مباراة رياضية وحالة بتكرر القدم 20 ديار إيه أستاذ عبداليم اللي خليها سياسية سياسية لأنه مع الأسف شي ده لحصل الأيام الأخيرة وتدخل شخصيات سعودية والأهلي وش الأهلي وش عارف وإيه وإيه وفيه الناس بتحاول لك لا ماتش سائري ماتش آخر مرة تغلبنا خمسة واحد في كاس العالم مقرر 99 وحنا بناكد على هذا احنا بناكد على هذا نعم سيد حريد بس ناخد على الهاتف النقد الرياضي لأستاذ محمد دردير النقد الرياضي بجريدة الشرق الأوسط بزعة الشرق الأوسط مكالة الشرق الأوسط نسأل خير يا فندم وعايز أسألك على آخر أخبار باستة منطخب مصر قبل ماتش السعودية نحية متحقة بالقصة النهاردة وصل مدينة بردو براض العاصر وصلت بسلامه في تلكوندو تم التركيز إن شاء الله لسألت حال التركيز يعني خططة مورال أخير مورال السرطية تحييي التتكيجة إيجابية ودعم المثال بشكل جيد هي المباراة بالفعل زي ما ندون تحصيل حاصل إن في كتها غير مؤسرة ولكن تحقيق أول في مصر المنزيال ده شيء مهم جدا أعتقد أن هناك تتكيز ومتعجب المتخب على تقوية المباراة الأخيرة دركن طبعة جاية قبل ودعم المنزيال هل كان في التدمرين اليوم هل فيه لعبة خدت روحة هل فيه لعبة الشركة بشكل قوي يعني عايز أعرف من حضرتك كيف تجري الأمور عشان الناس ستدي دلوقتي التعرف كله بيحاول يضع تشكيل فيا ريت حضرتك تدلنا الحالة إيه اللي كان بتحصل في التمريد يمكن النهاردة التشكيل التدريب النهاردة كان صبح في مدينة كروزني ما وصله كوندو براث على طور كان صباحا كروزني قبل السفر على مدينة كروزني كان تدريب صفيف شارك فيه جميع اللعبين يمكن الوحيد عمر جابر المعرضى اللي مشترك في تنين ريسة متأثر بالشد اللي عنده كل اللعبة جاهزة للمباراة إن شاء الله في تركيز زي ما قلت حضرت كبير لكن ما كيش غيابات كانت في غيابات المعرضة في التمريم البوكر إن شاء الله كمرير الرئيسي على ملعب التمريم هيتم تحديد تشكيل للأساس اللي ألعب فيه هيتم ملعب التشكيل بوكرس كمير للأساس لكن التغيبات الأخيرة ما كانش يمكن فيها ملامح نهاردة مستر الكوبر كان يصرح لوصال إعلامتنا إنه هو ما بيشكل شي غاية في التشكيل بشكل جيد بيعتبد على المجموعة الأساسية أعتقد إن المجموعة الأساسية بشكل جيدة في تشكيل هلعب بنافس المجموعة الأساسية خاصة من المساعدة بصري ذات على إخوص المجموعة الأساسية طيب هل فيه كان برضو فيه كلام وإشاعات وحوارات عن تجديد مستر كوبر رحيل مستر كوبر هل مستر كوبر صرح اليوم إنه هو لن يجدد أو سيرحل لا أول نهاية سأل نفس السؤال ده موطفه من التجديد مع الانتخب قال إنه إحنا لسا قدامنا مبارات السعادية ما فيش حد يفتش بأي حاجة ما فيش حد فتش بأي حاجة ولكن أنا أعلم من المتاضر إنه مستر كوبر إتحاد المرسل وكورة الخدم هتجد له كل مبارات السعادية بعد ما شوفنا هتكتل مبارات والأداء العقادي بالتجديد مبارات السعادية بوناعني ستتم تحديد موطفه من أي إذا كان سيتم التجديد له أم سيرحل عن التدريب طيب أستاذ محمد بالنسبة لحالة نجومنا يعني بالنسبة لحالة محمد صلاح نا برضو كنا حاسين إن محمد صلاح ما كانش مية في المية جاهزية جاهزية في لقاء روسيا هل يعني بطبعا مشاهدتك للتمرين هل حاسيت إنه أجهز نفس الشيء بالنسبة لباقي النجوم أكيد أنت الحالة الأول لحالة المعنوية اللعبة هل حضرتك حاسس إن في مشاكل ما بين بعض اللعبة عشان هي لم تشارك طبعا نتكلم على عصام الحضر يعني في كلام كبير إن عصام الحضر بيقول عنده حالة غضب وبيطالب بالمشاركة هل الكلام ده موجود ولا كل دي أقويل وإشعاعات هو طبعا أماننا إحنا مش شايفين أي مشاكل بين اللعبة وبن بعض يمكن إحنا برضو سألنا مثل كبر سؤال ده في آخر لقاء جمعنا هل في أي لعبة بتعترض أو في مشاكل بين اللعبين وبين الجهاز الثاني لمشاركة الرجل رض واضح قال إن أي لعبة من حقه إنه يفعل المشارك لكن ما فيش مشاكل في التدريب حتى تقلنا بالخص عن القامل القدري قال لا هو الرجل ما عملش أي مشكلة معنا لكن أي لعبة في المنتخب إنه يفعل المشارك بنفس وفي قوة سواء في التدريب أو إنه يصب المشاركة لكن ما فيش أي مشاكل بين اللعبة يبقى قال إن أنا الموديل الفني وأنا اللي بتحقي أخطاء من يشارك في المباراة طيب أستاذ محمد الحالة العامة اللي موجودة في روسيا بالنسبة للإعلام الروسي والإعلام العالمي هل كيف يرى مباراة مصر أمام السعودية يمكن للأسف المباراة بعد خروج المنتخبين من المنديان ما فيش تصليف ضوء كبير عليها لأن يعتبر نتيجتها غير مؤثرة ولكن تيتكلموا إن المباراة دي على رغم أنها مبرطة تحت الحاصل لكن أنها تمثل أهمية شبيرة للمنتخبين لتحقيق أو فوض في المنديان ودع المنديان بشكل مشارك على أقل بشكل معنوي وأن الجماهير تبقى راضي أنهم حققوا أفوض في المنديان بالنسبة للجماهير هل تتوقع أن يكون في حضور جماهيري بشكل قوي في لقاء مصر السعودية خاصة بعد خروج المنتخبين والله للأسف أنا ما توقعش أخذ جماهير كبير أنا أعرف هنا من المنصدر ومن بعض الجماهير اللي بنقاملهم أن شاعدة كبير من الجماهير المصرية بدأت ترجع التذاكر واتبحن إلى تضوح وخاصة مشكلة بعد المسافة يعني الناس أو هنا منظام المنديان هذه مرة كل مباراة في المدينة كان موضوع مرخ شويتان للإعلمين أو حتى للجماهير العديد خاصة بعد مباراة أصلاح تحتين حاصل في عدة كبيرة من الجماهير المصرية قالت إنها بدأت كبيرة حتى وجميل السعودية إنها ما تتفرش المتافة الكبيرة دي كلها خاصة مباراة أصلاح تحتين حاصل أستاذ محمد الدرديري نقد الرياضي بوكالة الشرق الأوسط وأشكر حررتك شكرا جزيلا على دين الداخل القيام لنقلنا حالة المنتخب الوطني في الوسط أستاذ عبد المنعم هل ترى أن وارد المستر كوبر يغير في طريق أداءه أمام المنتخب السعودي لا والبص هو من أين تغير طريقه أنت بتشوف كل المباراة اللي عبها مع المنتخب 37 مباراة لما يغير الطريق على الإطلاق هو مقتنع بهذه الطريقة وقدم بها مباريات فاز بهذه الطريقة في 20 مباراة وخسر الباقي فلن دي تعتبر ممكن تكون أخر مباراة رسمية ليه في قيادة المنتخب والكلام اللي جاي من روسيا والكلام اللي جاي من مصادرنا بتؤكد أنه ممكن بنسبة كبيرة أنه ممكن يكون خاجل المنديال طب هل ترى أن ده أمر إيجابي خاصة أنت عايزة تحقق فوز بالنسبة للمنتخب مصر الكلام من رحيل كوبر ممكن ده يخليه هو نفسه ما يركز في المصر ما هو ده أنت برضو يعني رحيل كوبر وبقاء كوبر والحفلة بتاعت مبارح تكريم بعثة المنتخب ليست في توقيتها على أنا أرفض كل ما هو يجعل المنتخب بعيد عن التركيز أنت لو بصيت هتلاقي وجودنا في روسيا خلال الفترة فاتت كلها أمور الخروج المتوالي والصفر المتوالي ما بين ساعة ونص إلى ثلاث ساعات للمدن المختلفة طبعا ده أرهق كتير جدا المنتخب الوطني ده مش بمزاج لا بمزاجنا مين قال الكلام ده لا بمزاجنا الفيفا هو هو اللي بيقرر طب الفيفا طب انت ما عندكش اعتراض ماشي أنا موافق ما عندكش اعتراض على هذا المكان ممكن يقبل ممكن لا طب وليه مود السعودية مثلا في أماكن تانية يعني شمعنا مصري تحديدا فيه تصريحات صدرت على لسان المسؤولين أنا أسأل حريك سؤال كان فيه فيفا كونجرس قبل المنديل وطبعا كان فيه بعث الانتخب مصري طبعا مدير المنتخب وإلى ذلك والإداريين عشان ينقشوا هذا الأمر الحريك بتتحدث عنه ان المنتخب هيقعد فين والمسافات وهذا الأمر هل ترى ان كان ساعتها كان ممكن المسؤولين يعني يقدروا يوصلوا للاتفاق بالتأكيد انك انت تتضرر والفيفا ما عنداش العقد انها تقولك لا لو كان كلام حضرتك ان الفيفا هو اللي الذي اختار هو ده على لسان اتحاد القرى على لسان اتحاد القرى فيه تصريحات تاني صدرت من بسؤول في اتحاد القرى ان احنا اخترنا هذا المكان ومبسوطين بهذا المكان اعتبرات الشيشان واعتبرات الصيام واعتبرات كتيرة جدا اتقالت الكلام ده مع الأسف الشديد أنا شايف ان اختيار صعب صعب كتير جدا من مهمة المنتخب في التقاط الأنفاس بعض الشيء انت بتروحه تيجي سعى بيولوجيا مختلفة تماما جو حر هنا بتلاقي تلجف ناحية تانية انت بتختار تتمرن في توقيت المباراة تتمرن في توقيت تاني خالص فكل امور دي اصرت كتير جدا على المنتخب الوطني وخلت المنتخب لا يكون بالصورة المطلوبة بالاضافة للعامل التانية الكتيرة جدا الفنية والادارية خلي بالك المنتخب وصل الى هذا المستوى لعدة امور لو اتكلمنا فيها من دلوقتي حنوصل الفجر ونحن بنتكلم فيها وكل اسباب احنا ما بنعريش المنتخب لمجرد التعريه ولا لنحسبات ما حد ولا نتكلم على اساس ان احنا نتشفى في حد ولكن احنا بنحط حلول ونضع السلبيات امام المسؤولين حتى يتلافوها في الايام المقبلة وحتى يكون هذا المنديال نوائل تأهل متوالي في المرات المقبلة من انتظرت 28 سنة ولا 30 سنة عشان خاطر يتفرق على المنديال كابتن هاني بوريدا انه طلع وصرح وقال انا بوعد المصريين ان منتخب مصري هكون في المنديال القادر هل هناك العديد من العوامل اللي دفعت كابتن هاني بوريدا لانه يطلع بهذا التصريح وما وجوه لي قالك ان اخد كاس عالم في 94 خرجنا بطبي الكلام حاجة والارض حاجة تانية يعني في بعض الأوقات ممكن تبقى ده مدير فني لمنتخب بيعد بالوصول للنهائي نهائي كاس العالم ده انا التصريح ده مشاهير ومعروف احنا متعودين الكلام حاجة والتنفيذ حاجة تانية انت قبل ما تروح المنديال قلت ايه قلت لي انا اقصى طموحاتي او من طموحات الاساسية ان انا حاوص اخد كابتن خالد غنيم احد المدربين المصريين اللي في اسبانيا بسال خير فن بسال خير فن انا حابب اعرف حضرتك بتضرب في انا حتى في اسبانيا لان الاسف يعني ما جات ليش هذه المعلومة لا انا بضغط في مادة حليم اسمه سان بيدرو في اسبانيا وضربت في مدينتك لكو مدير داري باريكانو في الطعب نشيئين العديد من الانبية وفي اول الانبية في مدارة رابعة في مدارة تحت يعني ضربت في دارة عالي عادي من تايلاندالي سباحين موجود هنا في بارستانيا طيب بالنسبة لي وجودك في القطعات النشيئين في اسبانيا واسبانيا الفترة اللي فاتت صراحة سيطرة على الكورة الاوروبية وكورة العالمية وكلنا شايفين ما يحدث من بارسولونا والريال واتليتيك ومدريد في السيطرة على الصعيد الاندية وعلى صعيد المنتخبات منتخب اسبانيا في المنتخب الاول ومنتخب الثاني ومنتخب النشيئين على مستوى هل برضو عايز عرف وجهة نظرك بالنسبة لمشاركة منتخب اسبانيا في المنديال وماتش هيبقى امام منتخب المغرب كيف ترى هذا اللقاء وطبعا منتخب اسبانيا حصل لهم مشكلة او اللواب دروب اللي حصل في غريب مدريب لكن نتحدث مدريب مدريب مش مش عام عوي في هناندويرب ما عندهش السيبيتة أو قوي لكن واحد من اللي كانوا مواجهودين في الخوانين المنتخب وشايف الاتذائبات اللي موجودة وقدر انه هو يبقى يلم المنتخب زي ما بيقولي وده المهم في وقت وليل بعدما كان فيه اختلافات بين اللعيدة وبين الاتحاد عشان قوضع اللي كان حصل لهم اقالوا للمدير الفني طب انت رأيك في اقالة المدير الفني هل هو قرار صائب من اجل التأديب ولا قرار فيه تصفية خلفات ولا كان كان القرار بناء على ايه من وجهة نظرك صاحب وشكت انه تأديبيا وصح لكن فنيا غلط فنيا بريبك الاحبالات بريبك اللعيدة بقصانة سيا يمكن هما كان حظوهم كويس ان فرناندو يدر نيب بي كان مرفوض في الاتحاد المصدر يدر لنوع وزاد انه مين ريال ما بيت يعني لو كان حبكا من باشرونة كان حتيبا هي المسكلة نعم ممكن هم حظوهم كويس ان لعيب في النابيض احفار مرناندو يدر وما عملوش مشاكل بحسيات البداية كانت عبارة عن حركة تأديبية او شكل تأديبي للمدير الثماني فالعيب في النابيض وصوصا اشيق رأموس حس انه يعني ده زي كايتر هاب اللي فريق او ندي لكن بروبود فريماندو يدر قدلوا ان هم يلموا الموضوع ويعملوا تأوحيك للطبس الثاني حاليا هو شغل اللي هايبان او شغل مشايبان وطبعا النسبة لك برضو اكت عايز اسألك منتخب الاسباني عنده صراحة ممكن إيسكو عنده نياستا عنده دايفيد سلبا والتلاتة يعني عندهم شبه لطريقتهم في الأداء وعلى الرغم من كده وجود ييجو كوستا فارق في أحراز الأهداف يعني هل التوليفة دي هي الأفضل لمنتخب اسبانيا ولكن ممكن يبقى فيه لعيب أحسن من كده لا هو من زمان اسبانيا تعتمد على انتلاك خط الستحواز مش الاستحواز بس انتلاك خط ممكن تبقى بالشكل المباشر اللعبة المباشر أو بالشكل اللعبة الاستحواز نعم انتلاك خط الست على فكر على سبيل المثال شكنا متخب وشع بينتلاك خط الست بس تنفذ بالحجم المرتب بمساعدة لمساعدة طرف الخاربة الوحيد اللي موجود قدام وده اللي هو اسلوب معين من صليب اللعبة المباشر بس بيساعدها أو بيديها القوة لقى قوة لعيب الخط الوسط اللي موجود وده اللي موجود عند خط اسبانيا باشتب السلوب الاستحواز وبيعتمد على الثلاثة واربعة العيبة اللي هو كان يتعلي من ناحية السلام والتخليم والمهارات 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 الاحتيار بالخورة بشكل فالش والتخليم والاستلام بشكل فالش المتحارف للحط الفاضية وقال خطب تمرير للزميل وده هي ده المنطخب الاسباني باسطة طويلة يعني انت شايف ان الفلسفة الاسبانية الان في كرة القدم هي سبب تفوق اسبانيا سواء في اليورو القبل الماضي سواء في كاس علام 2010 هل ده هيديها دفع في هذا المونديال ايضا هو حاليا لنجدهم دفع دفع ازبات الكفري لان بعد الاخباق اللي حصل في كاس الكرارات طبعا كان حصلهم زي احتفاز النفس شوية لكن حاليا دلوقت ازبات انهم طريق ازبات النفس ونزل النمي يفع في مجموعة مع ايطاليا ويعمل مرشه كوية ازام ايطاليا زي شخصية لبتزيني ومدرد السائل السائل الذي كان مابوس كان شخصية قريبة من البوشكي لكن شخصية حز عنها من البوشكي ساعد النمي يعمل توليفة زي لان فكره فكر ممي شوية بيعنده حالة الاتزان التكتيكي أعلى جداً من البوسكي وهي دي اللي كان بيفتقدها دي البوسكي المتحدة لإسبانيا فالإزالة لما حصل أنه قبل بعض الساق عندها قضات حجومية عالية بشكل معين ما كانش عنده هل تتوقع إسبانيا تتفوق على المغرب؟ المغرب في محطم كابتن خالد غنيم أشكرك شكراً جزيلاً أتمنى لك التوفيق صراحة شيء مبشر كل ما يبقى عندك كوادر تتعلم من أعلى الفلاسف القروية اللي موجودة يا إسبانيا أنا أتحدث عن فلسفة القروية استطعت أنها تسيطر على العالم حاجة جميلة جداً صراحة بشكر الأعداد بالكامل أنهم يجيبون لنا المداخلات العالمية اللي على أعلى مستوى حاجة صراحة جميلة جداً ونستفاد من الأسلوب ونشوف النحل الثانية وبص إزالي يا أستاذ عمينا أيضاً إلى الجانب الأخر كيف يرى الأمور بتكبر وجهة نظرك بتشوف الرؤية أوضح بالضبط كده وخلينا بس نكمل الناس موضوع الكوبر أنا شايف كوبر أنه ليس رجل هذه المرحلة ما بعد بوراة المنديال هو أصلاً عاد ينتهي بنهاية المنديال كوبر جه بصراحة في وقت حارج الكرة المصرية 2 مارس 2015 تم التعاقد معه كانت الكرة المصرية تسير بمنعطف يعني منحنى متراجع ومنحنى صعب جداً للكرة المصرية بعد سبع بطولات كسؤوم أفريقيا بعد ثلاث إعجازات حصلت مع حسن شحاتة نجد أن المنتخب يهوي إلى سبع سنين بدون أن يصل إلى المكان الأسيري بتاعه وده كانت حاجة صعبة جداً نا يجي كوبر يعمل التوليفة ويوصل بيها للكاس المهمة أفريقية ووصل النهائي وباخطاء طبعاً المعتادة ونخسر الفاينال ثم يصل كاس العالم ده من ناحية الرقمية حاجة جميلة جداً حاجة زيل فل ورائعة ولكن هذا المنتخب كان يعني المرحلة دي خلاص شايف أنها انتهت خلاص بعد كاس العالم بتتكلم أني ما قبل كوبر كنا في مشاكل ومنعطفة الآن نحن بنمثل في كاس العالم ووصلنا للفاينال أبطال أمم أفريقيا هل ترى أن المرحلة القادمة بها العديد من التحديات اللي محتاجة الرجل بفلسفة أخرى طبعاً ليه لأنك انت خلاص جربت كوبر كوبر ليه طريقة واحدة وهو ليه فلسفة إن الكرة المصرية كرة دائماً مع الأسف لا تعتمد على اللاقة البدنية كرة القدم هي اللاقة البدنية رقم واحد كرة القدم تتفوق عليك الفرق الأفريقية الصمراء باللياقة البدنية أنت لا تستطيع أن تجاري الدول الأفريقية اللا في تلت ساعة وربع ساعة فهو يعتمد على التكتيك الدفاع البحث هو حتى مع المنطلسيا هو حتى مع المنطلسيا يعني عمل نفس الطريقة يعني ليه يبدأ أسلوبه هو أسلوبه دفاعي بس هو نجح أن نوصل للمنديال إحنا بنتكلم ما بعد الوصول للمنديال يا أستاذ محمد أنا الوصول للمنديال هو الهدف والأسمى والغاية الأساسية في أن نحن نوصل بقية 28 سنة ولكن مصر بحجم مصر العريقة والمية وخمسة مليون مواطن ألا نستطيع أن نصل إلى ما هو أبعد من دور الأولاني بكل أيسلندا عاملة شغل في كاس العالم كل الفرق وتلتمائة ألف نسمة أيسلندا أنت مش عارف توصل إلى مرحلة تالية المغرب وصلت بدور التاني غانا وقت توصل لدور التامية أنت أحس أن المنتخب بداية قادر على ذلك أنا عايز أكلمك في رؤيتك لماتش السعودية وما بعد ماتش السعودية هكلمك في رؤيتك للمدير الفني القادم بيكون من أنهي هوي لكن الأول عايز أتكلم معاك على لقاء السعودية لأن اللقاء ده هو الصراحة بالنسبة لنا الأمل في الفوز الوحيد إحنا محتاجين نحق فوز وحيد وهدف أخرى أو هدفين آخرين ينضمون العبد الرحمن فوزي ومجد عبد الغني وصلاح وعايزين نجيب هدف ملعوبة مع عبد الرحمن فوزي خلي بالحضر لك عبد الرحمن فوزي جاب هدفين ملعوبين والهدفين التانيم على فكرة أنا شفت هدف منهم النهاردة وبحي طبعا أحد طبعا حاجة جميلة ولهم موجودين على فكرة وموجودين بوصفهم كمان أنا دورت عنهم كتير عشان كنتم أجدي معتهم لو شخصيا ما كنتش لعيهم فالنهاردة بقى الأول يوم الحمد لله شفت فكان من نسبة لي حاجة جميلة بس إن الصورة تبقى موجودة من المنديال 34 ده حاجة كويسة كان أحد المحطات عاملة تقرير مجمع مشاركات العربية ومحطات الوكالات الكبيرة بنتكلم على لقاء السعودي المنتخب السعودي ظهر في لقاء الأرجوي بشكل لبأس به أفضل من لقاء روسيا منتخب مصر أمام روسيا كان فيه حوالي 17 ديئة فيها مش عايز أقول إنهيار لكن فيها انحضار في المستوى في حاجات كتير من الأمور ما فيش تركيز وبعدين حاول وعادة وأحرز هدف لمحمد صلاح في ماتش السعودي كيف يبدأ منتخب المصري هل يحاول يحصل على الاستحواز هل يأمن نفاعته أنت شايفها إزاي طيب كوبر لما يحب لما فكر يهاجم في أي مباراة بيحصل في إيه فكر يهاجم الماتش اللي فات 3-0 فكر يعمل مباراة هجومية في ماتش بلجيكا 3-0 الأزمة في كوبر إنهو مقتنع قناعات غير طبيعية بالنسبة لمدير فاني المفروض يمتلك حلوب كترة جدا وخطط كترة جدا ومرونة في تاكتك بتاعه لكن مع الأسف شديد كوبر لم يمتلك إلى هذه الطريقة أنا كوبر على فكرة أحد المساندين ليه من بداية وصوله إلى مصر لحتى هذه اللحظة ولكن أنا أقول زي ما قلت لك رجل مرحلة رجل مرحلة المرحلة بتاعته انتهت تماما ماتش السعودية ماتش مهم جدا في تحقيق الفوز زي ما قلنا نمرة اتنين في تحقيق ريكورد تاني في أن لعبة مصرية توصل إلى إلى شباك المنافسين حتى لو كان السعودية السعودية طبعا مباراة بالنسبة لها زي ما هي مهمة بالنسبة لك هي مهمة بالنسبة لها السعودية مش هتسمح أنها توصل إلى المنديال بدون تحقيق فوز خلي بالك المنتديات شغالة من آخر مباراة قدام روسيا والسعودية قدام أرجوي الاثنين المنتديات شغالين إحنا هنكسب وده هنكسب إحنا هنكسب وانت هتكسب يعني الاثنين في منافسة على المنتديات والسوشيال ميديا بالطريقة يعني الغاية موصلت إلى أمور سياسية تأسيس المباراة وانا ضد ده مش هتكلم كتير لأنه الكلام فيها يكون شيئا يكون لش لازمة و هو أفضل الموضوع مفروش أي نوع مباراة سعيدية على أرض الملعب الفريق الأقوى هو الذي يستطيع الفريق الذي يستطيع أن يعرف أدواته بشكل جيد أو الذي يستطيع أن يتحكم في أدواته والذي يقدر يفوز كوبر فيه مشكلة كبيرة جدا أنا أراها فيه أنه مع الأسف عندما يختار قائمة لاعبين لا يختار قائمة بحالة اللاعبين ولكن يختار قائمة باسم اللاعب لو جينا بصينا للقائمة الراحة تكسر عالم ثلاثة وعشر اللاعب منهم لاعبين حالتهم الفنية ليست على ما يرون وحالتهم الفنية لم تصل للدرجة الكبرى برغم أنهم كانوا في مرات سابقة في القمة أقول عشري أنا عامل إحصائية لي ده أختار 80 لاعب من مصر منذ ما جاءه في 2 مارس 2015 التبقى من هؤلاء اللاعبين 23 هو ممكن يعمل يعني هل تتواطع هو اللي هيلعب التغيير التغيير هتكون فيه حضر حضر خط الدفاع ما أظنش أنه يغير حد يعني ما تتوقعش الدفاع مساعدة ما كان على جبر أو حد هو مهم جدا بالنسبة للحق فوز لأنه خلي بالك بالنهاية شوفت الكلام اللي قاله محمد دردير قالك أن هذه المباراة مهمة جدا بالنسبة للمنتخب الوطني والكوبر وفي نفس التوقيت مهمة لاتحاد الكورة لأنه خلي بالك لو خسيرها كوبر لن يكون أمام اتحاد الكورة أي مجل الدفاع عن كوبر تاني خلاص الموضوع انتهى بالنسبة له وهو بالنسبة له حتى لو أراد أن يرحل وخسر من مصر خسر من السعودية فرحيله هيكون بشكل مش كويس حتى لو رحل لفريق تاني أو منتخب تاني ويكسب المباراة على الأقل لحقق إنجاز في المنديان أنا أسأل نحرتك نروح لنقد الرياضي بجريدة أعقاد السعودية الأستاذ نعيم حكيم سالخير هل هو حريك سامعني يريد حريك بس تتعلي صوتك عليكم السلام وحكرا وبركاته عايزة أسأل حضرتك مواجهة مصر والسعودية كيف ترى هذا اللقاء أستاذ نعيم نحاول نجيب الأستاذ نعيم مرة أخرى عشان الاتصال كان فيه بعض من المشاكل أستاذ عمنا كوبر ما بيغرش كتير ولكن ورد مشاركة الحضري ورد طبعا مشاركة تاريخية بالنسبة له بالنسبة للخطوط الأمامية يعني مثلا عمر وردة لم يبدأ لقاء روسيا وبدأ لقاء أرجوي هل يبدأ فيه لقاء السعودية هو كان متحرك وعمل شغل كويس ولكن بص مشكلة المنتخب كان مقدام روسيا ما فيش الفينيش انت شفت حد راح على مرمى المنتخب الروسي غير محمد صراح في الكورة اللي هي تلعبت بنت 3 خشبات وفيه كورة تالي لعبة صراح بشمال وطلعت بره أنا بتكلم على الكور اللي دخلت اللي هي تمت المحاولة عليها تخش بني لو بيكون بنت 3 خشبات ما حصلش يعني احنا نجمنا روسيا بصراحة خلاناها واحد فيهم داخل ممكن ياخد هدف البطولة من 3 اهداف من عندنا ونجمنا حارس المرمى لما دخلش فيه جوان لغاية دلوقتي او دخل فيه جوان من ضربة جزاء يعني عايز اقولك ان المنتخب الوطني انا كده حاسس من كلامك ان انت حاسس ان المنتخب مصر متحجم 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 مش علاق قويس ادلال الصعادية بص انا ما اقولتش انه مش علاق قويس لكن لكن كوبر ما هو انت ده الانطباع اللي بتدوني كوبر انت كوبر انت راح كاس عالم لازم تعمل بصمة في كاس العالم لازم تحاول لازم تعمل محاولات شفت المغرب انت بتأس على خروج المغرب برغم خساريتها برضو هي خسرت مرتين نفس القصة لكن انت بتأس على خروج المغرب لان المغرب قدمت عروض جيدة وصلت للمرمى وعملت شغل واسنت على المدير الفني شرف لنا ان حركت تكون معانا على الهاتف بسأل حضرتك عن مواجهة مصر امام السعودية اخر لقاءتهم في المونديال من وجهة نظرك كيف ترى هذا اللقاء استاذ نعيم يعني في مشاكل في الاتصال وفي الصوت صراحة نحاول برضو ايه مع حضرتك هل ممكن يغير كوبر يضيف كهرباء في الهجوم يضيف لعب بمواصفات اذا كان يلعب اثنين رأس حربة ولعب رأس حربة واحد ولا يعمل ايه بالزبط ممكن يبدل يعني ممكن مكان مروان هل يغب بكهرباء المنتخب الوطني في المباراة السعودية هو ان محمد صلاح بعد حوالي عشرين يوم او خمسة وعشرين يوم من الابتعاد عن المباراة تجرأ في المباراة الماضية واخد فترة مشاركة وده هيدينه انه في ماتش السعودية يكون اكتر جاهزية لهذه المباراة وانت شفت الماتش اللي فات صلاح بربع طاقته وافضل لاعب في المتخب المصري من ناحية الارقام ومن ناحية احراز هدف ومن ناحية احنا معنا فيديوهات نتفرج عليها لانها صراحة ناخد برضو تعليق ضفنا الكبير استاذ عب منع فامي نائم مدير تحرير الاهرام الرياضي عندنا استوديو تحليلي بيقف دقيقة حداد على منتخب التانجو صراحة هو مش الستوديو بس اعتقد فيه ناس كثير او ابتدت توقف حداد على منتخب التانجو نشوف محركوا الفيديو اعتقد ان دي يعني اكيد محطة ارجنتينية يعني عشان لا ده منتخب التونسي كمان نهاردة عملها احد الصحفين الزملاء التونسين عملها في احدى القنوات وفي دقيقة حداد قبل ما اتكلم نهاية عن المباراة وخروج المنتخب التونسي بهذه الهزمة التي اعتبرها نقراء وكان طبعا لفتة كانت جميلة جدا ولفتة معبرة معبرة طبعا بس انا ليتعليق كده بسيط ان الناس كلها بتقول العرب 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 طب لينا دايما بتحمل مسؤولية العرب انا بتحمل مسؤولية تونس بتحمل مسؤولية المغرب بتحمل مسؤولية اي فريق يشارك بنقول في كاس العالم العرب في كاس العالم برازيل لما خسرت 7-1 من المانيا هل امريكا الجنوبية كلها عملت حداد عادي جدا البرازيل مختلفة عن باقي امريكا الجنوبية حتى في اللغة ولكن احنا هنا بنتكلم نفس اللغة طبعتنا واحدة ثقافتنا يعني تونس لما تفوز انا بص احنا مش بعين جدا احنا مش بعين جدا عن المنتخب التونسي او عن شعب تونس في الطباع في الطريقة في الثقافة الى حاجات الى حد كبير قريبة بس انا في النهاية انا بتكلم عن نفسي انا بتكلم عن لاني طب خلاص نعمل منتخب عربي وشارك في المنديل اراك بقى نشوف جمهور برازيل وهو بيشمت في مسي فيديو نتلع نشوف جمهور برازيل برازيل والارجنتين ده كلاسيكو دي الموندو يعني كلاسيكو الارت نشوف جمهور برازيل يتسخل اشتركوا في القناة ومسي تشاو مسي تشاو مسي تشاو 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 مسي تشاو يعني بيمسوا كده على ميسي وجابوا كمان دي ماريا وجابوا مشكرانه بس لسه الامور ما تحسمتش يعني لسه الامور لم تحسن بس لما فممسوشين بس لطريقتهم متخاصة يعني تشجع سلبي هم يعني دايما بيحبوا هذا الامر وبعدين فيني الديه كبيرة جدا على فكرة كل امريكا الجنوبية ما بتحفش برازيل عشان السيطرة بتاعتها سواء في كاس العالم او في اكوبا بس لما تعملوا زي يوم يعني الناس تشوف تدرس الارجنتين متأخرة ليه او يدرسوا البرازيل متقدمة ليه احنا مشكلتنا يعني ان احنا دايما بندور على فوق الاخرين دون النظر الى سلبياتنا الاساسية وديه مشكلة كبيرة جدا امر فعلا مهم للغاية عندنا حريق داخل طائرة نقل مشجعين من ترو كان نفس الامر اعتقد حصل مع الشعودية شعودية جنحة طائرة ربنا نجاهم يعني فنشوف هذا الحدث ونعلق عليه الامور طبعا يعني مضوعه انت على الطيارة انت تبقى بين السماء والأرض صعبة طبعا فربنا يكون فعول الناس ديت وربنا ما يكتبع لحد انك تبقى طيارة ويحصل داخل بالك كمان يعني ده دليل كبير جدا على ان المنتخبات اللي بتشارك لازم تتحمل مسؤولية الجماهير دي اللي بتروح بتساندها بتسافي من بلادها بتساند لازم اللعيب يبقى عنده غيرة وعنده حرقة وعنده دافعية انا بتكلم على المنتخبات يعني لازم انا اشوف الناس دي جيالي من اخر الدنيا ودفع فلوسها لحسابها وخلي بالك الجمهور الحقيقي هو اللي بدفع فلوس من جيبه مش الجمهور اللي رايح ياخد اللقطة وياخد تصور وتظهر صورة على السوشيال ميديا طبعا واكيد منتحضرتك متابع احلى حاجة في المونديال جمهير مصر الجمهير اللي راحت على حسابها جمهير مصر مش اللي راحت بدعوات لا والجمهير اللي سفرت بناء على التذكر جمهور المشجع جمهور اللي بيغني جمهور اللي بيغني طبعا طبعا تصل لدور الأربعة العدد الكبير احنا بلنا 28 سنة فك العدد الكبير راح عشان يشوف مصر فيه طبعا وماله ده شيء طبيعي وانا بقيت لحضرتك في البداية ان هذا المونديال لابد ان يكون نوا لمونديالات اخرى قديمة ولا لنتظر كل هذه السنوات عزيز محمد بإذنك منفرش طبعا انا مع حضرتك في هذا العمر معنا صور برضو ناخدها مع ضيفنا ونعلق عليها المتخب الشرطة الارجنطينية بتقبض على تاجر مخدرات بيبيع في المونديال طبعا بقى الحالة اللي عندهم بقى يعني حاطت في كاس العالم لا ده 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 الحالة دي يعني انا مبارح قارتها ضمن حالات اخرى خلي بالك برضو زي ما فيه مواسم مهمة جدا مواسم زي كرة القدم في الناس بتستغلها الى التجار في امور غير مشروع على اسم الشديد ده جواز ده جواز اصلية وحط المخدرات هو كاس العالم اللي هي المجسم لكاس العالم بس منزلش بيها الملاح بيتمسك دي حاجة طبعا اللي يعني بقى هو كده بيدعم الارجنطين في المونديال ايضا معنا مارسلو الباك الشمال لبرازيل اللعب المو بهك الناس كلها بتحبوا الكرة تروح لمرسلو حتى اللي ما بيشجوهش ره المدريد على فكرة بس ما بيحبهاش تروح وراء اللي هو بتقدم كتير جدا وسيب وراشة وارع بس بيزبطوه بس بيزبطوه بس روبرتو كارلوس في المنطيته كان بيعرف دفاع وهجوم ده حاجة تانية بقى الليفل تاني وقتالي في خاص هو اخذ من روبرتو كارلوس حاجات كتير في النواحي الهجوم فقط لكن نواحي دفاعه مش هاوي بقى عندك باك بهذا الشكل لا طبعا بالزبط يعني حل من الحلول بنشوف بقى هو ابنه في التدريبات وعلى طول هو مرتبط بهذا الامر وهو ولاده وبناته وبعدين ما قالش بقى ان ده ولاده رايحين مش عارف ايه وفي ازمة وفي مشكلة وازاي لعيب يروح ما فيش تركيز لدي خلي بالك اللعيبة دي عارفة بتعمل ايه نحن عارفين اللعيبة دي بتعمل ايه خلي بالك احنا عندنا في مصر في اي مباراة بتسحب المبايلات ومش عارف ايه وممنوع انك كتة تدخل على تويتر ممنوع انك تدخل على تويتر برغم ان فيه لعيبة هو دخل الملعب اصلا بتعمل تويتر وعادي جدا بتلاقي تلق في مباراة ده احنا بنعالج القشور لكن لازم نعالج الاساس بس فرق الثقافات بردو ما انا بقولك الثقافات الاساس نفسه في اللاعب نفسه والاساس من البداية خالص لازم تحط في اللاعب انه ازا كان ازا اراد الحصول على بطولة فلابد ان يكتهد لان اجتهاد هو الوسيلة الاساسية اللي حصل على البطولة ما فيش معاومة خارجية التحكيم وعش ما فيش ده مش عارف ايه المدير فني ما بيرعبنيش المدير فني بيحب ابن فلان ولا ابن علان عشان كده احنا محتاجم مدير فني اجنبي يعني انشوف بإذن الله كده يكون الطريق في المصاري الصحيح بنعطية قائد منتخب المغربي بيدي قميصه لمشجع رفع او منع رفع عالم اسرائيل في المدربة فكرة موضوع عالم اسرائيل ده اللي بترفع ده بتدفع فيه فلوس طبعا وكان فيه وقع مع جون بانتسل بتاخب المغرب خد فلوس عشان بيلعب في نادي في الدور الاسرائيلي او وكيد اسرائيلي فبيدينه فلوس عشان يرفع العالم هم عايزين يقولوا للناس ان هم موجودين باقي شكل واكيد لك تعقيب بس ازعب والله يبص لما فيه لعيب كان بلاعب في الدور الاسرائيل في الدور المصر لم يحضون عارف عنه الحاجة عارفوا من أنا بكو على معلومة ده للمعدومة ده ل pianين محضون عارف عنه الحاجة ومش نان جون لعب مهاجم برضه ي líعيب اسمه مايوك 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 طب لا انا بتكلم على لعب مستمر موجود بقاله سنين في الدور المصر خلي بالك المعلومة ده في نقطة برضو لعب في الدور الإسرائيلي وهو لعب أفريقي لا يعيبه ولكن إنه يرفع العالم الإسرائيلي ده قصة تانية ده قصة تانية بس أنت خلي بالك أنت ما يوكا عملت له قصة وفيلم إنه لعب في الدور الإسرائيلي هو نفسك قصة ولعب عندك ولعب في الدور الإسرائيلي نحن بنتكلم في قصة برضو المشاركة بالنسبة للأفرق هو ما عرفش إسرائيل وإيه الفرق نحن بنتكلم في قصة أنه لعب رفع عالم إسرائيل هو ما لديه علاقة لا طبعا في الملعب في ناس بتاخد فلوس وده بتحصل في أوروبا حريك بالتابع أن الناس بتاخد فلوس عشان ترفع العالم وده منعوا واحد أحد المشاجعين المغربة في مدرجات المغرب فبنعطيه عارف فددله أميس وده حاجة جميلة جدا مدرب روسيا عامل حالة طبعا وهو كان جون روسيا في كاس عالم أربعة سعيد وعمل حالة مع اللعيبة عمل حالة مع الجماهير فعملوله جرافتي جرافتي ده رسم زي اللي احنا شوفناه كده لمحمد صلاح في وسط البلد وبدأ يبقى مزار سياحي آدو عملوله لأنه طبعا ما كانوش يتوقعوا أنه هو يصل إلى الدور التن لا وعمل شغل بدني وفني معهم برغم لم يتم تأكيد موضوعش المناشطات ده طبعا ده حاجة احنا خارجة عن إرادتنا من عرفش نتكلم فيها لأن احنا ليست لسنا جهة مناشطات ولا لسنا الفيفا لكن في النهاية مدير حني استطاع أن يصل إلى بشروط نعم أم لا بشروط نعم بشروط نعم بشروط 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 فهمي بشكر حرارتك شكرا جزيلا لنقد الرياضي الكبير بجريدس الأهرام سعدت بك جدا وسعدت بجمهور قناة القناة وساعة الانتشار لها جمهور في كل أنحاء العالم من الأهل في كل حد دائما خير ختام هو السلام بشكر حرارتك وشكرا جزيلا بشكر طاقم الأعداد صراحة شغل على أعلى مستوى وحتى أن نركاكم في علاقات أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة